الإحصاء قالت ارتفاع صدرات مصر لـ 2.57% مليار دولار بزيادة 2.1% خلال ديسمبر 2018 يعني قيمة صدرات المصرية زادت بـ 2.5 مليار خلال شهر ديسمبر اللي هو من شهرين فاته وقالوا ان احنا اكتر حاجة بنصدرها الملابس والمنتجات البلاستيك بكل انواعها والبرتقال الطازج ده زاد 40% الجهاز المركزي للتعباء العامة والإحصاء قال في نشرته انه شهر ديسمبر ده كان شهر مهم جدا الميزان التجاري العجزي فيه كان 83% من 100% خلال شهر ديسمبر الماضي مقابل 33% خلال نفس شهر من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 14% من 10% التصدير له معنى معنى انه عندي منتجات وعند صناعات وعند نسبة الشغل وعندي عوائد تصدير عملة صعبة تخش البلد تزود لإحصائي بتاعي فده خبر ايضا من الاخبار الايجابية انا بقول ما يدور عشان نعرف الانعين تين ما هو لازم اجمال الشغل اللي بيحصل والتحركات والاجتماعات تبان من خلال المؤشرات وارقام والمؤشرات والارقام تنعكس على الناس بعد كده في توفير سلع وخدمات باسعار مناسبة عشان الاسعار العالية دلوقتي تبدأ تنضبط وتنخفض اتنين دخول الناس تزيد فرص العمل تزيد هو ده الهدف النائي تحقيق الرفاهة الاجتماعية للمواطن المصريين